اسمح لي دكتور سامح فكرة ان انا اوصل بالفكرة دي لأكبر قطاع من المتعاملين مع الدهب من السيدة البسيطة خالص للرجل المستثمر الكبير هل مثلا مثلا اسمح لي يعني احلب هل فيه تخيل ان يكون اقدر ان انا اتعامل ادخل محل الساغل معروف الفلاني الكذا اقول له انا محتاج اشتري الوثيقة دي لان الستي دي بلها عارفة برصة ولا اعترف تروح اونلاين ولا الكلام يدخل من خلاله يكون كوسيط زي الشركات اشتري انا كمواطن بسيط من خلاله هذه الوثيقة شوف حيبقى صعب انك تروح تشتري من محل في الساغة وثيقة لانه الوثائق دي لابد اللي يتعامل عليها ناس او شركات اسف بتحت رقبة الهيئة الرقبة المالية ده 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 اساسي يعني فبنان عني انت تقدر تعمل ادوات مالية وتقدر تشتري مثلا على سبيل المثال فيه اه مؤسسات ليها علاقة كبيرة بال ليكن البنوك مثلا عندك مثلا البريد البريد مثلا ممكن عندك حاجة زي مثلا فوري حاجات الشركات الشركات اللي هي اللي متعاملة مع القاعدة العريضة ده ممتزد يقول البريد تشتري الوثيقة الدهب اللي هي عايزة يعني فده بنتكلم مع المؤسسات اللي هي لها علاقة بالمجتمع المصري في أوسع صوره طبعا بتحتاج موافقات وإذا تمكننا من الحصول عليها ده بيسمح لنا أنه هذه المؤسسات هي اللي بتقوم بتجميع هذا بذات صغار المستثبين لابد أنهم يخشوا من خلال مؤسسات من هذا وتبقى سهلة الوصول لها مش كل الناس طرف توصل للشركة فبالتالي ده اللي بنحاول نعمله بس هيجي مع الوقت محتاجين نعرف الناس أكتر بالشركة والسندوق والشركة بالزبط ده الفترة القادمة ده اللي هيبقى موجود ليه لأنه خلي بالك إحنا كان الحلم بتاعنا أصلا أنه يتوافق على ورقة مالية أو أداة مالية مدعومة بندها عظيمة فالحقيقة هي ترقاو المالية مشكورة وإدارة البورصة يعني رئيس البورصة هم اللي خدوا معانا المبادرة إن إحنا نقدر نوصل لهذه المرحلة لأنه أهميته كبيرة جدا على مستوى الاقتصاد القومي وعلى مستوى إنك بتدخل قطاع مهم جدا جدا في تدويره داخل الاقتصاد القومي وتنظيمه وربطه بالأسوال العالمية هذا كان حلم بالنسبان وكثيرين لما بدأنا هذه التجربة قال لك أنت ده موضوع صعب مش المجتمع البصري مش هيتقبله مش هيتقبله حاجة جديدة علينا بالضبط إحنا قلنا إحنا بنحب بلدنا وحنعمله وحنستثبت وكلما الأزمات تشتد نزيد إصرارا على إن إحنا لازم نعمل حاجة لبلدنا والحمد لله قدرنا نعمله عظيم والحكومة ممثلة في حيات الرقابة المالية والبورصة ودعمت ووقفت في ظهر الشركات المشتركة كلها في هذه المبادرة وقدرنا نكون حاجة ممتازة من خلال العمل كميعا مع بعض نتمنى إن احنا إن شاء الله بإذن الله نقدر نطور هذه الأفكار في أفكار كثيرة جدا 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 بس إحنا بناخدها خطوة خطوة لأن التجربة لسه وليدة أه طبعا إحنا بنتكلم على تجربة وليدة مدى زمني مش كبير التنفيذ بقالنا أربع تيام ودخلنا في الخامس فلسه يعني أكيد ولسه الناس هتقرأ أكتر وتسمع أكتر عن الموضوع جزء منها بقى حيبقى التوعية وجزء منها طبعا وتعريف الناس إزاي الناس تشتري ده أو تدخل شنو الوصيقة